نحن محتاجين ليه؟ يا بخيت أمك، الولدتك وربتك لكن يا بخت الناس اللي بيسمعوا كلام الله وبعملوا بيهو ألمنا كيف نصلي؟ زي ما يوحنا علم تلاميزه لما تصلوا قولوا أبونا في السماء ليتقدس اسمك يجي ملكوتك زي ما في السماء كمان على الأرض أدينا أكل كفاية كل يوم سامحنا على خطايانا زي ما نحن بنسامح الناس اللي بيعملوا لينا بطال ما تدخلنا في تجربة لكن خلصنا من الشر الله بيقول في الكتاب المقدس إنه المسيح بيجي عشان يخلص العالم والحياة بتاعت يسوع المسيح بتورين إنه هو الزولة اللي تكلم عنه الأنبياء أشعياء تنبأ وقال العزراء ماش تحمل وتولد ابنا وبعد سنين كثيرة تمت ولادة يسوع حسب النبوة الكتاب المقدس قال كمان إنه القدوس المولود من العزراء اسمه هيكون ابن الله وكده كان يسوع ابن الله بالمعنى الروحي ما المعنى الجسدي ونحن شفنا الكلام ده واضح في الطريقة العجبيها يسوع في حياته على الأرض شف العيانين وغفر خطاياهم ورجعهم في علاقة مع الله ووعدهم بالحياة الأبدية وقدم نفسه ضبيحة عن الخطيئة خطيئة البشر وقام منتصر على الموت ويسوع قال ما في زول يقدر يشيل حياتي مني لكن ممكن أنا أسلم حياتي برغبتي ما بس النبوات اتحققت في يسوع المسيح لكن أثبتت صحة كلمة الله المقدسة الأنبياء قالوا كل مطلة ما فيها أي خطأ وهي كمان أبدية ويسوع نفسه قال السماء والأرض بانتهوا لكن كلاميه ما بانتهي يسوع جاء عشان الدين حياة كويسة لكن الإنسان ما سمع كلام الله لما كان في الجنة ومشى زي ما هو داير وبالطريقة دية مشى بعيد من ربنا الكتاب المقدس بيقول إن الناس كلهم عملوا خطيئة وعقوبة الخطيئة هي الموت وده موت روحي يعني الزول انفصل عن الله للأبد زي ما الله أدى إبراهيم خروف ضبيحة بدل ولده برضو الله أدانا يسوع عشان يموت بدل مننا وبحياة يسوع موت قيامته الله رجع العلاقة بينه وبين كل زول بيآمن بيه وبعد ذا أي زول ماشي ورا يسوع ما بيغفر ليه الخطيئة بس لكن بينجيه من حكم الله الأبدي وعنده مكان مضمون في الفردوس مع الله للأبد ويسوع ذاته بيقدم لنا الليلة حياة جديدة ويحررنا من الشعور بالزم ومن سلطان الخطيئة والحياة دية يسوع بيقدمها لكل واحد الليلة وده ما معناه نحن ماشيين وردين معين لكن علينا أن نختار أن يكون لنا إيمان بيسوع القال أنا واقف في الباب وبدوك لو في زول سمع صوتي وفتح الباب أنا بدخل ليه والكلام دا معناه نرجع لي الله ويكون عندنا إيمان أن يسوع بيدخل حياتنا ويغفر لينا خطيئنا ويخلينا نعيش زي ما هو دائر ما كفاية تقبل الكلام دا بعقلك بس أو بالشعور والعواطف لكن نقبل بالنعمة بإيماننا بيسوع وده بيتم بإرادتنا ولما الزول يكون داير يمشي ورا يسوع يمكن يكون داير يتكلم مع الله عن طريق صلاة بسيطة احتمال أنت داير تسلم حياتك ليسوع هسا لو أنت داير يمكن تشترك معنا في الصلاة الجاية وتردد في قلبك وانت ساكت جملة جملة يا رب يا يسوع أنا محتاج لك بشكرك لأنك مدت على الصليب عشان خطاياي أنا هسع باعترف بالخطايا بتاعتي وبتوق منها وأنا بفتح باب حياتي وأقبلك مخلصي وسيدي بشكرك عشان انت غفرت خطاياي ودتنا حياة أبدية الليني أكون زي الزول الانت داير يكون وأنا ماشي وراك آمين يسوع قال للناس الماشيين وراه الخرفان بتاعتي بتسمع صوتي وأنا بعرفها وهي بتمشي وراي عشان تختبر الحياة الكويسة لوعدنا بيها الرب يسوع المسيح للناس الماشيين وراه اتكلم مع الله كل يوم بالصلاة واجرى واسمع كلامه أكلم الناس التانيين عن يسوع واستمر في الشركة مع المؤمنين البحب الله وماشين وراه اتذكروا وعده العظيم لمن قال السلطان بتاع السماء والأرض في يده أمشوا واعملوا تلاميذ في كل الأرض وأنا معاكم لغاية نهاية الدنيا آمين اشتركوا في القناة